مرحبا بكم ما زالت قضية مقتل ثلاثة جزائريين بشاحنتين تتفاعل فبعد أن نفت موريتانيا أي هجوم وقع على أراضيها تهمت الجزائر المغرب بقصف الشاحنتين بسلاح متطور في المنطقة الحدودية وأنه لن يمر من دون عقاب الحادث كان قد وقع في هذه المنطقة الحدودية بين موريتانيا والجزائر والمغرب تضاربت الأنباء حول موقع حصول الحادث بدقة ويراجح أنه في منطقة تحت سيطرة البوليساريو فشاحنتان سلكتا هذا الطريق المختصر بدلا من الطريق الرسمي الحدودي الذي يأتي بزاوية قائمة الحادث وقع قبل ثلاثة أيام وظهر مقطع فيديو الشاحنتين عندما تعرضتا للاحتراق والدمار بالكامل في منطقة صحراوية كما ترون في هذا الفيديو الجديد في القصة أن المملكة المغربية نفت شن أي غارة في تلك المنطقة بحسب موقع العربية نت المصدر المغربي لحص الحادث بما يلي شاحنتان جزائريتان عابرة حقلا ملغوما في المنطقة العازلة تحملان عتادا عسكريا لجبهة البوليساريو كذلك قال مصدر مغربي آخر لوكالة الأنباء الفرنسية يقول إن المملكة لم ولن تستهدف أي مواطن جزائري مهما كانت الظروف والاستفزازات وأن المغرب لن ينجر إلى دوامة حرب أو دوامة عنف تهز استقرار المنطقة وأدان المصدر ما وصفها بالاتهامات المجانية ضد المملكة الحادث كان محل جدل على وسائل التواصل الاجتماعي محمد البخاري يقول كيف يكون حق الألغام وبعد الحادثة السيارات والناس يلتقطون الصور عند الشاحنتين فاهد محرز يقول لوجودة لأثر تشتت أشلاء الشاحنة إذا كانت بالفعل تعرضت للقصف مع العكس أن الصورة توضح أن الشاحنتين تعرضتها للحريق محمد خندوف يقول الجزائر هذه تغريدته يقول الجزائر تحاول بشتى الطرق جرى المغرب نحو حرب مسلحة طبيعة هذه الحرب حسب نظرة الخاصة حرب محدودة في الزمان والمكان حرب لن تتجاوز الشريط الحدودي الجنوبي في الغالب لكن ماذا ستربح الجزائر أولا ستتيح لها فرض حالة الطوارئ وما يرافق ذلك من تعطيل العمل بدستور والقوانين الداخلية والمقصد منه إبادة كل المعارضين داخل الجزائر حاتم محمد يقول يبدو أن المغرب بعد اقتنائه أسلحة من إسرائيل من ضمنها طائرات مسيرة وبعد التصريحات من المسؤولين الإسرائيليين بدعمه تجرأ على الهجوم على الشاحنات الجزائرية وقتل من بداخلها من مدنيين بيبرز شاميل يقول برأيه قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار يجب القيام بتحقيق دوليا لمعرفة ملابسات القضية ثانيا الانتقال إلى الحل الدبلوماسي وعند إخفاق الحلول السياسية يمكن الكلام عن الخيار العسكري على كل حال العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب مقطوعة منذ زمن مؤخرا أوقفت الجزائر مدى إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر بالأراضي المغربية التوتر أصلا قديم بسبب قضية الصحراء الغربية والحدود بين الدولتين الجارتين منذ عام 1994 هذه الحدود ظلت مغلقة منذ ذلك الحين كانت قد أغلقت وتدهورت علاقاتهما أكثر بعد إقامة المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل نهاية العام الماضي شكرا لمشاهدتك تريندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها